ابرز ما سجلوا هذا النهار من احداث نستعرضها ضمن حصاد الليلة انا سعيد شبيب وزميل نوار عاصم وفي الحصاد مفوضية الانتخابات العراقية تصادق على قوائم المرشخين الانتخابات 2018 وكريم التميمي يقر بدغوطات تمارسها احزاب سياسية على المفوضية لاعتماد العد والفرز اليدوي بدل الالكتروني تيجي انتخابات يتقدموننا ويزعوننا وينطوننا 200 او 150 لا هذا ما نرضى بيحنا بت اهل الفلوجة يتعرضون للابتزاز مقابل الخصول على الكهرباء اما دفعوا مبلغ 150 الف دينار او جمعوا بطاقاتهم الانتخابية والبصرة تستعد امنيا لانتخابات البرلمان العراقي بعد الكشف عن مافيات تتلاعب بخضية رفع اشارات الحجز عن العقارات النزهة تطالب وزارتي العدل والمالية بوضع اليات قانونية صارمة للحد من التزبير في السجلات العقارية العبادي من توكيو العراق انتهى من مرحلة خطيرة هددت وزوده والجمهور يدعو من مؤتمر الاتحاد البرلمان العربي لاستنهاد همم العرب في دعم العراق تركيا تصف المزاعم حول انسحاب البككة من سنجار بانها اكاذيب تتكرر مع تغيير الاسماء والمواقع وسوريا الديمقراطية تتحدث عن تعاون مع الحكومة العراقية ضد داعس مساء الخير ونبدأ هذا الحصاد باخر مصادر عن مفوضية الانتخابات حيث صدقت مفوضية الانتخابات العراقية على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2018 بعد تسلمها قوائم المرشحين من هيئة المساءلة والعدالة والادلة الجنائية ووزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي والتربية وبلغ اجمال عدد المرشحين الفعليين بحسب المفوضية ستة الاف وتسعمائة وستة وثمانين مرشحا الذكور منهم بلغ اربعة الاف وتسعمائة واثنين وسبعين مرشحا فيما بلغ عدد المرشحات من الاناث الفين واربع عشرة مرشحة اما عن المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة فقط بلغ ثلاثمائة وسبعة وثلاثين مرشحا فيما بلغ عدد الذين تم استبدالهم مائتين وعشرين مرشحا وفيما يتعلق بالمرشحين الذين قبلت طعونهم فقد بلغ عددهم واحدا وعشرين مرشحا وبالنسبة الى المستبعدين من المشمولين باجراءات المساءلة ولم يتم استبدالهم فقد بلغ ستة وتسعين مرشحا وذكرت المفوضية ان عدد المستبعدين من منتصبي الداخلية بلغ ثلاثة واربعين مرشحا وان المستبعدين من منتصبي الدفاع هم اثنان فقط فيما بلغ عدد المستبعدين بسبب نقص الوثائق الدراسية واضابير الترشيح خمسة وثلاثين مرشحا هذا وعرنت المفوضية ايضا ان عقوبة المرشحين المخالفين لموعيد الدعايات الانتخابية قد تصل الى الابعاد في حال تكرارها وقال عضو مجلس المفوضين حزم الرديني ان لدى المفوضية لجانا في جميع المحافظات تعمل على رصد المخالفات الانتخابية مبينا ان المفوضية امهلت المخالفين ثلاثة ايام لرفع الدعايات وستفرض غرامات مالية ضد المخالفين بحسب نوع المخالفة على صعيد متصل اعلنت مفوضية الانتخابات المباشرة بطباعة الاوراق الخاصة بالاختراع في الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي ستحمل سمات امنية لا ترى بالعين المجردة لمنع اي محاولة تزوير او تلاعب وقرأ عضو مفوضية الانتخابات العراقية كريم التميمي ان المفوضية تتعرض لضغوطات مقبل احزاب سياسية لاعتماد اليات العد والفرز الادوي لعدم ثقتها ومعرفتها بجهاز التسريع الالكتروني وقال تميمي لبرنامج ستديو 18 قال ان المفوضية قد تلجأ لاليات العد والفرز الادوي في حال حدوث خلل باجهزة العد والفرز الالكتروني المعتمدة للخروج بنتائج الانتخابات المقبلة خلال 42 ساعة وبالصورة الالكترونية بدون تدخل بشري بدون تدخل مفوضية بالتالي حتى لا تكونوا الاحزاب تقول يا بي انتوا غيرتوا نتائج حزب معين او اذهبتوا اصوات مرشح بالمرشح اذا هذا الجاهز هو ديقم بهذه المهمة ما نريد ايضا المفروض الاحزاب السياسية تشجع الان على هذه العملية الانتخابية وتدعم المفوضية في هذا الشأن على اعتبار انه هذا سوف يمنع بشكل كبير من حملية حش الأوراق ويمنع من حمليات التزوير ويساعد في حملية تسريع اعلان النتائج لكن ما نلاحظه من البعض الحقيقة قد لا يرغب بهذا الشيء هذا وجددنا في البرلمان العراقي صادق محنى عبر برنامج استوديو 18 جدد مطالبته مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة الى اخذ دورهم ووضع حد لحالات التلاعب ونهب المال العام من قبل المرشحين واستغلال مناصبه الرسمية في حملاتهم الانتخابية الآن ثورة السبيس مثلا المال العام الدعم اللامعقول انا ما افهم مرشحين انت نائب في البرلمان تصرف كذا مليار على دعايتك الانتخابية اذا اكو شيء بالموضوع اتمنى على المفوضية اللا تتأثر وتاخذ قراراتها بحيادية ضد هؤلاء واتمنى ايضا على الادعاء العام من خلال الشرقية والجهنداء الى رئيس الادعاء العام اين انت من هذه الاموال التي تصرف ويا هيئة النزاهة اين انتم من استغلال دوائر الحكومية بامتياز الآن مدير الدائرة لا يستطيع ان يصمد امام مرشحين سواء في مجلس المحافظة او النواب قسم من اخواننا مدراء الدوائر تركة ودوائرهم نحن لا نخشى من المفوضية كمفوضية ولكن نحن نخشى من الضغوط الاخرى على المفوضية لن نبعد عن هذا المشهد من جهته حذر المرشح عن التحالف العربي في كاركوك غسان العصي حذر خلال مشاركته في برنامج السيديو 18 من تدخل بعض الجهات الحزبية المتنفذة للضغط على المفوضية وتلاعب في نزاهة الانتخابات التي تجري بالمحافظة للمرة الاولى منذ عام 2005 نحن في كاركوك نتخوف من جهات متنفذة سابقا وهناك متراكمات موجودة لفترة قديمة امتدت من 2003 الى الوقت الحاضر نتمنى على المفوضية والذي بدلت جهد قوي جدا في ان توفر المناخ الملائم ليصال صوت الناخب الموجود في كاركوك ان تحث الخطى في منع عملية التزوير لانه اكو فعلا هناك شكوك من بعض من الاطراف السياسية والتي تمتلك على الاقل بطاقتين انتخابية موجودة في محافظة اخرى ومحافظة كاركوك لذا نهيب بالمفوضية ان تجد آليات العمل حتى تمنع هذا العملية وايضا نهيب بجهاز مكافحة الارهاب اللي موجود في كاركوك ان يتولى الامر ويناطلوا عملية تأمين الانتخابات لانها عملية الانتخابات لسنة 2018 عملية مفصلية في تاريخ العراق وفي الوضع العراقي المستقبلي من يخدعك مرة يخدعك مرتين لا يلدف المؤمن من جحر مرتين الاراء شتى والملتقى واحد لملاحظاتكم حول مضامين الاخبار والمعلومات الواردة فيها راسلونا على الحصاد مستمر من الشرقية نيوز بعد الكشف عن مافيات تتلعب بقضية رفع شرط الحجز عن العقارات النزاهة تطالب وزارتي العدل والمالية بوضع آليات قانونية صارمة للحد من التزوير في السجلات العقارية ولمعرفة وجهة النظر المتعلقة بالمشهد الانتخابي المقبل في العراق ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية النائب عن دولة القانون ورئيس لجنة المصالحة البرلمانية السيد هشام السيد هشام أهلا بك رغم كثرة تطمينات وشرح المستفيد من قبل المفوضية فيما يتعلق بالخطبة ونظرية العد والفرز اليدوي إن أن الموضوع على ما يبدو لم يرق لكم ما هي وجهة نظر دولة القانون بهذا الشأن شكرا لك ومشاهدي قناة الشرقية حقيقة قضية التصويت الإلكتروني نحن كنا فرحين بهذا التصويت وهو يحد من قضية التزوير والقضايا الأخرى التي حدثت في كل الانتخابات السابقة ولكن نحن لدينا تخوفات بالتأكيد لأن هذا التصويت الإلكتروني ومعروف دوليا أن التصويت الإلكتروني ممكن أن يخترق في أي لحظة ونحن نعرف أن الدول كبيرة أمريكا وروسيا وغيرها قد تم اختراق حاسباتها مثلا البنتاغون أو غيرها وهذه حدثت إذن قضية الانتخابات نحن لا نخشى من المفوضية المفوضية أدت ما عليها والمفوضية لدينا ثقة كبيرة بها ولكن نخشى من التدخلات الخارجية أن تكون هناك تدخل أو تغيير في نتائج الانتخابات هذا ما نخشى بحقيقة نحن لسنا ضد التصويت الإلكتروني بالعكس نحن نعيد ذلك ولكن نريد أن نضمن أن هناك تصويت الإلكتروني بدون تدخل أي جهة كانت هذه هي المهمة بالنسبة لنا يفترض بالفوضية أن تضع خطط وهي وضعت خطة أليف وباء وهذه مسألة طبيعية لأن هذه لأول مرة تتجرب في العراق وممكن أن تكون بها أخطاء وتكون بها فوات وبالتالي نحتاج إلى أن تكون هناك خطط أخرى بديلة والمفوضية المشكورة قامت بهذه الخطة وهذا هو الصحيح أنه لديها خطة بديلة فيما لو هذا التصويت قد حدث فيه شيء لا سمح الله هذا بالتأكيد سيكون هناك إعادة للعد ويكون العد يدوي نحن نشدد على الأخوة في المفوضية هناك عدد كبير من بطاقات الاختراع التي نسمع أنها قد بيعت وهذا واجب المفوضية أن تقوم بواجبها قبل أن نتحدث عن عملية تبيع بطاقات الانتخابات سيد هجان اسمح لي يعني تضعون على ما يبدو البعض يقول أنكم تضعون المفوضية على المحاق كيف للمفوضية أن تضمن لكم يعني عدم حصول خرق ما هي الآلية التي تنتظرونها ألا تضعون بطريقة أو بأخرى المفوضية على المحاق وخصوصا بأن سيد كريم أتميمي ألمح اليوم بأن المفوضية تتعرض للضغوطات للجوء إلى خيار العد والفرز اليدوي يعني عدنا إلى السجال القديم الذي طرح بموضوع انتخاب أعضاء المفوضية اليوم ألا تحملون المسؤولية كاملة على المفوضية فيما يتعلق بالانتخابات شفافة وبعيدة عن التدخلات هذا كل ما يهمنا نحن نؤكد أن لدينا ثقة كبيرة بالمفوضية ولسنا لدينا شكوك لا بالمفوضية ولا بشخص المفوضية ولكن المشكلة في التصويت الإلكتروني وتخوفنا من التدخل الخارجي وتغيير في نتائج الأصوات هذا ما يهمنا بالحقيقة لا يهمنا شيء آخر أما قضية الضغوط على المفوضية من غيرها هذه قد يكون تحدث من جهات أخرى أنا لا أعلم بصراحة لكن من جهتنا لا أعتقد أن هناك أي ضغوط ونتمنى على المفوضية إذا كان عليها ضغوط فعلا أن تظهر هذه الضغوط وتسمي الأسماء بالأسماء لأنه لا يمكن أن نتحدث بالغياب وفلان وبدون أن نذكر أسماء لا يفترض بالفوضية أن تقول هذا الشخص أو هذه الجهة أو هذا الحزب هو الذي بدأ يضغط علينا باتجاه آخر نحن لا نضغط على أحد نحن كل ما نريد من المفوضية أن تضمن شفافية الانتخابات وتكون انتخابات عادلة بدون تدخل آخرين هذا كل ما يهمنا اليوم بكل وضوح سيد تيميمي طلب دعم الأحزاب وليس المعارضة والاعتراض على هذا القرار وعلى هذا الإجراء اليوم أيضا بالمقابل هناك أطراف أخرى تدعو الشركات الدولية لدخول التجربة الانتخابية كنت تسمعوني سيد هشام هل تسمعوني إلى دخول تجربة مراقبة الانتخابات هل تسمعوني سيد هشام صوت إذن سيد شام كنت أسألك عن أن المفوضية تطلب اليوم دعم الأحزاب السياسية في العراق وهناك من يطالب بتدخل الشركات أو بعض الشركات الدولية المقتصة لمراقبة الانتخابات كيف تقيمون هذه المسألة وسط ما اعتبرتموه كما ذكرت في بداية هذا الخوار بأن عملية العد والفرز اليدوي اعتبر بمثابة مقدمات لعمليات التزوير هل من أشياء ملموسة لمسها أو لمستها دولة القانون بعينها أنا لا أسمع إذن إلى حين جوزية الاتصال مرة جديدة بالسيد هشام نذكر بأن النواب عن اتلاف دولة القانون كانوا قد رفضوا خيار العد والفرز اليدوي الذي طرحته مفوضية الانتخابات في حال حدوث خلل بأجهزة تسريع الفرز الالكتروني وقالوا أن تلك كما ذكرنا أثناء هذا الحوار يعتبر بمثابة مقدمات ومحاولة صريحة لتزوير نتائج الانتخابات المقبلة مرة جديدة نعود إلى سيد هشام سيد هشام اليوم المفوضية تطلب دعمكم بطريقة أو بأخرى ما هو الدعم المنتظر من قبل الأحزاب في ظل الطلب المتكرر من بعض الأحزاب السياسية في الداخل العراقي بمحاولة دخول شركات دولية لمراقبة الانتخابات نحن نتمنى أن تكون هناك شركات تراقب عملية الانتخابات وعملية التصويت الإلكتروني وأن تكون هذه الشركات رصينة وحقيقة أمينة وهذا ما هو مطلوب نحن نريد تسريع الانتخابات نريد الانتخابات أن تخرج في وقتها لا نريدها أن تتأخر كما كانت في السابق وقد يكون تحدث قضايا أخرى لذلك نحن نصر على أن التصويت يكون نزيه وبدون تدخلات هذا ما يهمنا بالدرجة الأولى وإذا كانت هناك شركات رصينة تراقب الانتخابات بالتأكيد نحن ليس لدينا مانع ولكن ما هو الضمانات نحن نريد الضمانات للمضي في هذا التصويت الإلكتروني وإذا كانت هناك شركات رصينة ممكن أن تراقب العملية الانتخابية وما يجري بالتأكيد هذه ليست مشكلة بالنسبة لنا وبالإمكان إذا كان هناك اعتراض لدينا أو لأي جهة كانت بالإمكان أن يكون عادة العدد يدويا وتنتهي القضية ولم تكن هناك مشكلة ولا أعتقد أن الموضوع يستحق كل هذا الجدال والنقاش وكل هذه الأمور هي كل القضية نحن ما نطلبها أن تكون هناك نزاهة وشفافية في قضية الانتخابات وأن لا تكون هناك تدرقلات خارجية أكثر من هذا نحن لا نطالب ولا أعتقد هذه القضية تزعج أحد هذه بها ضمانة للجميع يعني لا عملية تزوير ولا بها قضايا أخرى ولكن نريد ضمان هذه الانتخابات ياريت إذا كانت هناك شركة ممكن أن تراقب هذه الانتخابات وعملية التصويت وتنتهي القضية ونمضي بالانتخابات النزيهة إن شاء الله وتكون نتائجها أيضا نزيهة لكل الأحزاب وليست لحزب دون آخر يعني دولة القانون حريصة على أن تكون الانتخابات بشكل عادل وشفاف للجميع هذا كل ما نطلبه لذلك لا أعتقد هناك حاجة لهذه الزوبعة والكلام الكثير ونحن ضد التصويت الإلكتروني وإلى آخره نحن لسنا ضد التصويت الإلكتروني نحن ضد التدخل الخارجي في عملية التصويت الإلكتروني وأنت تعرف حضرتك والمشاهدين يعرفون القضايا الإلكترونية ممكن أن تكون بها اختراقات وممكن أن تكون بها كثير من الأمور هذا هو تخوفنا بصراحة ليس لدينا شيء آخر تجاه الانتخابات وليس لدينا تشكيك في مفوضية الانتخابات ما يهمنا هو أن لا تكون هناك تدخلات خارجية في عملية الانتخاب وتغيير في نتائج الانتخابات هذا كل ما يهمنا ونحن لسنا مهتمين لهذه القضية إذا جرت الإلكترونيا أم يدويا ونحن نفضل الإلكترونيا ولكن إذا كانت هناك اعتراضات يجب على المفوضية أن تعطي تعهدات بإعادة العدوى الفرز يدويا هذا ما يهمنا بالدرجة الأولى اليوم الكل يتحدث عن الانتصارات العسكرية التي تحققت بعد هزيمة داعش في العراق ويطرح موضوع المصالحة المجتمعية بطريقة أو بأخرى وبطريقة أيضا ملحة كثيرا في الداخل العراقي اليوم كيف تبدأ هذه المصالحة المجتمعية وأين هو الموضوع الأكثر حساسية إجراء مصالحة مجتمعية أم أن المصالحة المجتمعية تبدأ بعد أن يبدأ السياسيون أنفسهم بعملية مصالحة فيما بينهم مسألة طبيعية أن السياسيين لا يمكن أن تكون مصالحة فيما بينهم لأن السياسيين لديهم كل جهة لديها أهدافها سياسية وبالتالي هذا الخلاف مسألة طبيعية ليست عائق أو هي معيبة بخلاف السياسي مسألة جدا طبيعية ولكن القضية عندما تدخل في قضية المصالحة أو تخريب عملية المصالحة عند ذاك الموضوع يكون مختلف تماما القضية المصالحة الوطنية نحن كمجلس نواب شرعنا قوانين تخدم المصالحة الوطنية ولدينا قانون رقم 72 الذي يتعلق بمصادرة وحجز الأموال منقولة غير منقولة لأركان النظام السابق أكثر من مليون شخص كانوا محجوزة أموالهم منذ عام 2003 ولحد صدور هذا القانون وهذه القضية قد انطوت وهذا الملف قد طوية بصراحة بقى لدينا قانون آخر وهو قانون حضر حزب البعث والأنظمة العنصرية والشوفينية الآخرية وفي هذا القانون هناك مواد تعاقب من يتحدث بالطائفية تصل إلى عشر سنوات ومعاقبة حتى وسيلة الإعلام التي تتبنى الطائفية هذا فيما يخص من السنواب لدينا بقى قانون واحد الذي هو كان المفروض أنه ينجز ويأتي ويصب في مصلحة المصالحة الوطنية هو قانون مسالة والعدالة إلا أن هيئة الرئاسة عطرت اللجنة منذ أكثر من سنة عطرت نصاب اللجنة كي لا ننظر بهذا القانون وهذا معروف للجميع كان لو كمننا هذا القانون لكان تحقق ركن أساسي من أركان المصالحة الوطنية وطوينا صفحة كبيرة كانت منذ عام 2003 والحد الآن ولكن هناك إرادات سياسية منعت المضي بقانون المسالة والعدالة قضية المصالحة الحقيقية الموجودة الآن انتهت في رأيي موضوع الذي كان يشغل الجميع هو المكونين الكبيرين هم السنة والشيعة للأسف في هذه التسمية ولكن هذا هو الواقع أنا لا أذكر هذه التسميات لأننا كنا عراقيين وكنا مسلمين ولكن القضية الأكبر الآن التي ظهرت هي في المناطق المتنازع عليها عفوا في المناطق التي احتلها داعش هذه المناطق تحتاج إلى مصالحة والحكومة لا تستطيع وحدها أن تحقق المصالحة هذه المناطق تحتاج إلى تضافر دولي وإقليمي في المنطقة لكي تتم هذه المصالحة لأنها تتعلق بصرف أموال كبيرة والبنى التحتية في هذه المناطق مدمرة وأيضا هناك عمليات الثار إلى آخره وهذا جزء من الذي عطل عودة النازحين جزء منهم إلى ما كنهم هو قضية الثار وتعرفون في العراق هذه موجودة ولكن لم تنتهي لحد الآن القضية الأخرى التي تحتاج إلى مصالحة وهذه ظهرت أيضا بالفترة الأخيرة هي قضية التركمان مع الأكراد والعرب في المناطق في نينوى وفي كاركوك وفي مناطق أخرى هذه أيضا تحتاج إلى وقفة ولكن أنا أؤكد لك لا يمكن للحكومة الحالية أن تقوم بعملية المصالحة بشكل كامل لأن هذه المصالحة تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى حكومة قوية تستطيع أن تفرض إرادتها على هذه المناطق وتفرض إرادتها على الجميع ولا نتحدث بقضية المكونات وإنما نتحدث بالعراقيين فقط والهوية العراقية هي الأساس والمواطنة هي الأساس أما إذا بقينا بهذه النغمة للأسف المكونات وحقوق المكونات سوف لن نستقر العراق ولن تكون هناك وضع اعتيادي في العراق كما كان في سابقا لذلك أنا أدعو الحكومة وأدعو كل الدول التي تريد استقرار العراق من الدول العربية والمجاورة للعراق وأيضا الدول الغربية التي تريد استقرار العراق أن يلجأوا إلى مساعدة العراق في هذا المجال وتبدأ عملية الاستثمار ودخول الشركات والقاعدة الخاص وكل هذه إذا بدأت أنا أؤكد لك أن قضية المصالحة سوف تنتهي ولن يبحث عن قضية المصالحة الوطنية كل الذي جرى هو نتيجة بعض السياسات الخاطئة ونتيجة أن هناك بطالة كبيرة موجودة داخل المجتمع العراقي للأسف وما نحتاج إيجاد فرص لهؤلاء لكي تنتهي هذه القضية وينتهي الارهاب نهائيا ونعيش بسلام جميعا وإذا العراق بقى بهذا عدم الاستقرار وتبقى بهذا الشكل سوف يعم على كل المنطقة وليست العراق فقط والمنطقة تعرف ذلك دول الجوار تعرف أن العراق إذا لم يستقر لا يمكن لهم أن يستقروا هم أيضا لذلك أنا أدعوهم مرة أخرى ودعوتهم سابقا قبل سنتين إلى أن يتدخلوا بشكل كبير في العراق لإعادة اللحمة فيما بين أبناء الشعب وعدم الانفراد بإدفاع المكون معين دون الآخر وهذا الكلام لكل الدول وليس لدولة دون أخرى يجب عليكم أن تساندوا حكومة العراق وتساندوا شعب العراق في سبيل النهوض سيد هشام كنت تسمعني لو سمحت موضوع المصالحة موضوع طويل لكن أنت تعلم الأسماء التي شملت بقرار هيئة المسالة والعدالة أكثر من 374 إسما استبعدوا من موضوع ترشح للانتخابة البرلمانية المقبلة هكذا قرارات هل تخدم موضوع المصالحة؟ أنا قلت لك هناك إرادات سياسية لهذا الموضوع لماذا لا يصبح لنا بالتصويت على قانون المسالة والعدالة؟ واضح جدا أن هذا جزء من الدعاية لهذه الشخصيات أنه يتباكون على قانون المسالة والعدالة ويتباكون على هؤلاء الذين لم يستطيعوا أن يرشحوا في الانتخابات الخلل معروف وأنا تحدثت سابقا وفي عدة وسائل إعلام من وراء هذه القضية؟ هذه القضية للأسف وهم يتحملون وحدها النتائج وعلى الذين حرموا من الانتخابات عليهم أن يعرفوا من وراء هذه القضية اللجنة كانت جادة وبكل أعضاها أمانة أحكيها لكل الناس أن يعرفوا أن اللجنة كانت جادة وكانت تريد المضي بقانون المسالة والعدالة ونحن عمليا قد أنهينا قانون المسالة والعدالة بكل تفصيلاته وفيه مواد تخفف كثيرا عن غالبية هؤلاء الذين شمروا في القانون في السابق وعفينا عن كل العسكريين وكل الذين شاركوا في القتال منذ زمن القاعدة إلى هذا اليوم وكل الذين عملوا مع الدولة من قانون المسالة والعدالة ولكن هذا لا يروق للبعض لذلك أوقفوا عمل اللجنة وأدى ما أدى إليه هذا الوقت وسمعنا الآن قريب الانتخابات الكثير يتباكون على هؤلاء ويتباكون على الأربعة آلاف ومئة وسبعة وخمسين في قانون 72 في حيننا القانون واضح وصريح ولن تصادر أموال أحد إلا إذا كانت هناك عمليات تمليك لهذه الشخصيات بصورة غير مشروعة وهذا أنا أؤكد لك من الصعوبة جدا إثباتها إلا إذا كانت لديهم أملاك غير طبيعية وهذا طبيعي أن هذه أموال دولة تصادر وتلهب إلى الدولة السيد هشام السيل رئيس لجنة المصالحة البرلمانية والنائب عن دولة القانون شكرا جزيلا لك الحصاد مستمر من الشرقية نيوز بعد الكشف عن مافيات تتلعب بقضية رفع إشارات الحجز عن العقارات النزاهة تطالب وزارات العدل والمالية بوضع آليات قانونية صارمة للحد من التزوير في استجلات العقارية تيجي انتخابات يقدموننا ويزعوننا وينطوننا 200 أو 150 لا هذا ما نرضى بيحنا بات أهالي الفلوجة يتعرضون للابتزاز مقابل الحصول على الكهرباء إما دفع مبلغ 150 ألف دينار أو جمع بطاقاتهم الانتخابية والبصرة تستعد أمنيا لانتخابات البرلمان العراقي دعت هيئة النزاهة في العراق إلى ضرورة وضع آليات قانونية صارمة للحد من ظاهرة التزوير في استجلات العقارية جددت النزاهة في بيان دعوتها لوزارتي العدل والمالية والجهات المختصة الأخرى إلى وضع آليات صارمة واتخاذ تدابير وإجراءات فاعلة من أجل وضع حد لاستفحال ظاهرة التزوير في استجلات العقارية التي تشهدها بعض دوائر بغداد والمحافظات الأخرى وعلنت هيئة النزاهة أن أجهزتها ضبطت مئات المعاملات والأضابير المزورة في الدوائر العقارية في بغداد وعدد من المحافظات حيث يستخدم فيها المزورون عقوداً وأختاماً مزورة يستولون من خلالها على أراضي تابعة للدولة أو المواطنين وفي بيان آخر كشفت هيئة النزاهة العراقية أنها ضبطت ثلاثة متهمين قاموا بالاستيلاء على أراضي مملكة للدولة في محافظة كاركوك بقيمة مليارين وستمائة وسبعين مليون دينار عراقي وتحويل ملكية هذه الأراضي عبر التحويل والتزوير وأشارت دائرة تحقيقات في هيئة النزاهة إلى أن العملية تمت بموجب مذكرة قضائية حيث قام المتهمون الثلاثة بالاستيلاء على أراضي عائدة للدولة تبلغ مساحتها مئة دهن واحد وفرزها وبيعها كقطع سكنية على المواطنين بمساحة مئتي متر لكل قطعة كما تم ضبط دفاتر العقود الوهمية والأختام المستخدمة في تلك العملية عقدت الجمعية العراقية لعلم النفس السياسي مؤتمرا حول السلوك الانتخابي عرض خلال هذا المؤتمر مجموعة من البحوث العلمية لحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات بعد أن أتفتت دراسات مقدمة وجود عزوف عن المشاركة في الاستخاق الانتخابي المقبل كما عرضت خلال المؤتمر طروحات تحص على تغيير سلوك الناخب بطريقة اختياره للمرشحين خلال العمليات الانتخابية مؤتمرنا هو مؤتمر في الأصل علمي مؤتمر أكاديمي غاية بحث ظاهرة الانتخابية في العراق منذ عام 2003 إلى حد اليوم فبالتالي هو قد يكون خطوة أولى أو خطوة رائدة نحو محاولة تأصيل علمي لهذه الظاهرة ما هي دوافعها دينامياتها علاقتها ببناء الدولة أنباط الناخب العراقي هل هناك أنماط هذه الأنماط هل هي متداخلة ما هي العاملة التي أدت إلى أنتاج هذه الطبقة السياسية ما هي تأثير العملية الانتخابية على شخصية الفرد العراقي وتأثير أيضا شخصية الفرد العراقي على العملية الانتخابية ونتائجها فنحن نسعى أو نزعم بأننا نحاول أن نجد نماذج نظرية وتصورات فكرية لهذا الجانب أي بمحن أننا نحاول أن نقدم فرشة إلى فهم هذه الظاهرة الانتخابية مؤتمر هو محاولة لزيارة الصلة ما بين الأكاديميك والجمهور العراقي من خلال الأوراق البحثية التي اطراحت اليوم هناك قراءات ممتازة تعرضت إلى هذا السلوك مقاطعة للانتخابات مشاركته متغيرات ديمغرافية التي تحط بالعمل الانتخابي السلوك الانتخابي كالفاقر كالداخل الاستقرار الأمني عدم الاستقرار الأمني كل هذا بالضرورة هو وثيق الصلة بمواطننا حاول هذا المؤتمر أن يقدم رؤية واضحة وبينة من خلال عمل أكاديميك خالص من خلال متخصصين في السيكولوجيا السياسية أن يعرضوا رؤاهم وكما شاهدتم أعتقد كانت رؤى لها وضحة خاصة ولها قيمتها المؤثرة وعملها الأكاديمي الجماهيري البين الواضحة نلاحظ بأنه الناخب اتجه للأحزاب الوطنية الأحزاب التي تحمل الخطاب الوطني والأحزاب المدنية وهذا يدل على أن هناك وعي انتخابي جديد على عكس الانتخابات التي مضت 2010 وقبلها 2005 نلاحظ بأن هناك المواطن يلجأ للأحزاب التي رفعت من الخطاب الطائفي من الأحزاب التي تبنت العشارية والأحزاب القومية نرحب بضيف حصادنا سيد كمال الخيلاني أستاذ في الجامعة المستنصرية سيد كمال أهلا بك معنا مؤتمر حول السلوك الانتخابي هذا المؤتمر تم طرح فيه الكثير من البحوث العلمية حول هذا العرص يعني الانتخابي هذه الدراسات يعني أفضت إلى وجود عزوف عن المشاركة على ماذا اعتمدت هذه النتائج مرحبا بكم وبمشاهدي الشرقية والتصحيح الدكتور كمال الخيلاني رئيس منظمة نفسانيون بلا حدود وأستاذ في جامعة بغداد هذه البحوث التي تمت عرضها في مؤتمر الجمعية العراقية لعلم النفس السياسي تناولت السلوك الانتخابي من مختلف جوانبه فضلا عن عرضها أو محاولة استقصائها لتوجهات الناخب العراقي واعتمدت أكثر البحوث التي طرحت على إحصاءات دقيقة حتى تكون نتائجها تستند إلى قاعدة بيانات يمكن تعميمها بعض البحوث أفضت إلى أن نسبة المترددين هما النسبة الأعلى في الأفراد الذين تم استطلاعهم وعادة وكلنا يعرف أن المترددين هما عادة من يحسم المعركة الانتخابية لأنهم ليس لديهم قرارات مسبقة وإنما يقررون في قبيل الانتخابات أو ربما حتى في ليلة الانتخابات طيب يعني دكتور كمال هل يمكن أن نقول بأن توجهات الناخب العراقي بسبب عدم الثقة بمرشحين لانتخابات 2018 أو ربما ليست فقط عدم الثقة حتى لا توجد نالك رؤية واضحة لدى المرشحين ولدى الناخبين للمرشحين الذين سيشاركون في انتخابات 2018 حقيقة دورات الانتخابية السابقة وأغلب المرشحين سياساتهم تصريحاتهم ما أثير عن الكثير منهم من شبهات الفساد ساهمت في إنهاك الصوت الناخب العراقي إنه نقلته من أن يكون صوتا مؤثرا إلى أن يكون صوت لا مبالي في كثير من الأحيان أو ربما فاقد الثقة ونحن نعرف أن الشخصية العراقية من سماتها التعميم وبذلك عممت هذه النظرة على الكثير من المرشحين الأمر الذي جعلها تفقد ثقة في صوتها الانتخابي هناك ما يسمى بالعجز المتعلم أو إنهاك الصوت الانتخابي أو فقدان المواطن في صوته وقدرة هذا الصوت على التغيير هو الذي جعل المواطن في كثير من أحيان يعزف أو يتردد عن الانتخابات طيب دكتور كمال تحف بعض من هذه الدراسات على تغيير سلوك الناخب العراقي ربما حتى نظرته إلى الانتخابات من خلال طرح فكرة طرح مفهوم جديد للناخب العراقي ولكن هل يمكن تطبيق هذه الفكرة على أرض الواقع؟ نحن نتحدث عن ناخب عراقي طوال الدورات الانتخابية السابقة كان ربما ينتمي إلى طائفته إلى حزبه وليس إلى الوطنية التي ينتمي إليها عراقيا الآن أغلب المرشحين بدأوا يتبعون مزاج المواطن أو المصوت بعدما كانوا يشتغلون على منطقة الصراع الطائفي التي أفل نجمها تقريبا بدأوا يشتغلون على صراع أو ما هو سائد من رغبة الناس في وجود أو توجه نحو المدنية فأغلب الأحزاب التي حتى كانت تحمل صبغة دينية أو طائفية الآن بدأت تتجه التوجه المدني وبذلك هي محاولة منها لاستمالة الناخب نحن نعرف أن الكثير من الدراسات تشير إلى أن الاستمالة الناخب غالبا ما تكون انفعالية أكثر مما هي عقلانية فأنا في كثير من الأحيان يتصارع داخل الناخب أو ينمو داخل الناخب صراع بين توجهه العقلي وتوجهه العاطفي فعقله يريد من يقدم له الخدمات من يبني له دولة المؤسسات من يوفر له حاجاته الأساسية أما عاطفته فتميل عادة إلى انتماءاته سواء الرئيسية أو الفرعية من الدينية أو الطائفية أو حتى العشائرية هذا الصراع من الذي يحسمه؟ يحسمه قدرة المرشح على أيصال الرسالة المناسبة التي تستطيع أن تخفف من حدة هذا الصراع بحيث توجه المصوت أو الناخب بوجه معينة مع الأسف أغلب السياسيين وأنا مهتم حقيقة بتحليل الشعارات واللافتات منذ الدورات الانتخابية السابقة الآن التوجه كأنما صارت لدى الكثير من المرشحين ما يسمى بعدوى المدنية كل الشعارات تشير إلى مدنية 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 وبالتالي يعزفون على هذا الوتر على الرغم أنه ليس كل المواطنين هم بهذا التوجه المدني أو يرغبون بالتوجه المدني وبالتالي يوجهون خطاباتهم لفئات معينة يعتقدون أنها الفئات المؤثرة في حين الكثير من استطلاعات الرأي كما أشرت سابقا تشير إلى أن النسبة الأعلى هم المترددين وهم من سيحسم المعركة الانتخابية والمترددون عادة ينتظرون ما ستقول إليه الأحداث خلال هذا الشهر من برامج انتخابية أو حتى تسقيط انتخابي وهو السائد الآن من خلال ملاحظتي وتحليلي الآن الكثير من القوائم وحتى الأفراد منشغلون بالتسقيطات السياسية للآخر أكثر من شغالهم ببرامجهم الانتخابية وهذه حقيقة تعد ذات تأثير سلبي على رغبة الناخب أو تحفيز الناخب للتوجه إلى صناديق الاقتراع المطلوب الآن هو فهم حقيقي للحاجات الأساسية للمواطن والحديث عن هذه الحاجات بوعود قابلة للتحقيق ليست بوعود مثالية غير قابلة للتحقيق أو تفوق قدرة الدولة أو قدرة حتى القائمة أو المرشح حتى يكون المواطن ضمن المساحة العقلانية في الاختيار فضلا عن الاستطارة يعني دكتور كمال هي تبقى وعود لحين المطلوب توافرها لحين إتمام هذه الوعود وأن تكون على أرض الواقع ولكن السؤال المطروح ذكرت قبل قليل بأن المترددين يمكن اليوم أن يقلبوا هذه النتيجة في العراق هل يمكن تغيير يعني آراءهم هل يمكن تغيير أيضا أفكارهم اتجاهاتهم من خلال بحوث مشاريع مثلا دورات تثقفية حقيقة وفي كل التصنيفات في أغلب المجتمعات ومنها مجتمع العراقي ينقسم المصوتون أو الناخبون إلى ثلاثة أقسام القسم الأول هو الذي حسم أمره منذ البدء باتجاه قائمة أو باتجاه شخص لأسباب تخصه سواء انتماءاته أو قناعاته أو غير ذلك من الأسباب والقسم الآخر الذي يقع في الطرف الثاني من الملحنة الاعتدال للناخبين هم الأفراد الذين حسموا أمرهم أيضا بعدم المشاركة أيضا لأسباب تعودهم أما القسم الوسط وهو النسبة الغالبة هم المترددون كما أسلفنا هؤلاء المترددون من الذي يستطيع استمالتهم من المرشحين أو من القوائم حقيقة هذا الأمر يحتاج إلى رؤية بعيدة وفهم حقيقي لطبيعة الشخصية العراقية وطبيعة المجتمع العراقي حتى يستطيع المرشح استمالة هذا المتردد لصالحه المترددون غالبا ما تكون أسباب ترددهم إما عدم قناعة أو إنهم فقدوا الثقة في العملية الانتخابية أو فقدوا الثقة في قدرة أصواتهم على التغيير متى ما استطاع المرشحون أو القوائم استعادة هذه الثقة من خلال برامج انتخابية كما أسلفنا قابلة للتحقيق من خلال مناغمة العاطفة بشيء داخل مساحة العقلانية حتى لا يكون الأمر انفعالي فقط أو عقلاني فقط وهذا الأمر أيضا يعود إلى ما ستقول إليه الأحداث في هذا الشهر من طروحات جديدة ربما للناخبين من تغيرات أو انسحابات أو أمر يتعلق بالمرشحين أو قوامهم أو ما سيظهر من تسقيطات سياسية وهو السائد الآن لكثير من القوائم حشود أليكترونية مهمتها إما الترويج أو التسقيط السياسي والجانب الآخر اللي هو التسقيط السياسي هو السائد الآن ما أن تفتحي صفحات التواصل الاجتماعي حتى تجدي أن الكثير من المروجين لعمليات التسقيط تجاه شخصيات معينة أو تجاه قوائم معينة فبركة بعض الفيديوات أو الصور أو حتى لو كانت صور قديمة ربما تعود لخمس سنين أو ست سنين سابقة الآن بدأوا بعادة إنتاجها من أجل تحقيق هدف التسقيط السياسي والهدف منها دكتور كمال هو استمالة المترددين كما ذكرت قبل قليل ويوجههم بوجه معينة أو باتجاه قائمة أو باتجاه مرجع نعم دكتور كمال الخلاني أستاذ في جامعة بغداد شكرا جزيلا لك الحصاد مستمر من الشرقية نيوز لعبادي من توكيو العراق انتهى من مرحلة خطيرة هددت وجوده والاجبوري يدعو من مؤتمر الاتحاد الفرلمان العربي لاستنهاض همام العرب في دعم العراق تركيا تصف المزاعم حول انسحاب البككة من سنجار بأنها أكاذيب تتكرر مع تغيير الأسماء والمواقع والسوريا الديمقراطية تتحدث عن تعاون مع الحكومة العراقية ضد داعش نتخول في هذا الحصاد إلى الفلوجة حيث ابتزاز ومسومات يتعرض لها أهالي القاطع الجنوبي من قضاء الفلوجة مقابل تجهيز مناطقهم بالمحاولات الكهربائية من قبل الجهات المتنفذة في إدارة المحافظة ويقول أهالي أحياء الأمين الأولى والثانية والنعيمية والشهداء إنهم أمام خيارين إما دفعوا مبلغ مائة وخمسين ألف دينار أو شمعوا بطاقاتهم الانتخابية حتى يتم تقديم الخدمات لهم واستغياب تام للحكومة المحلية مرسلنا مصطفى الحامد والتقرير التالي آمن مراء على عودة نازحي الأنبار إلى ديارهم ولم تصرف لغاية الآن مبالغ العودة التعويضية مواطنون عائدون إلى الأنبار لم يستبعدوا سرقتها من خلال إجراءات التسويف التي تتبعها حكومة الأنبار المحلية حسب تعبيرهم نحن نطالب بالمليون ونص مال العودة للمهجرين هذه صارتنا سنتيا من رجعنا من التهجير رجعنا تعبانين لقينا بيوتنا مهدمة لقينا آثاثنا رايح لقينا شغلتنا حل تعبانة الخدمات خلي المواي الكهرباء يديرون بالهم علينا أهل الأصحاب المولدات أخاف أكد تفاقوية من بعض الناس خاصة بالرمادي يعني ملايين طن مال مليون ونص يعني بيوت مجرد مواعيد يوعدون العالم بيه لأن الشباب كل عاطلة وماكن شغول كيف لنا أن ثقب السياسيين سلبوا أموال العودة والنزوح هكذا يتساول أمباريون مع اقتراب موعد الانتخابات الذين باتوا بلا منح ولا أموال تمكنهم من عودة الاستقرار يعني ماكوا أي استلام لا من يرجع استلموا لبعض احتمال لبعض مقربين لهم أو اللي يمهم هم استلموا أما إحنا ما شفنا ولا استلمنا كل شي فراحت فأما تيجي انتخابات تيجي انتخابات يتقدموننا ويزعوننا وينطوننا 200 أو 150 لهذا ما نرضى بي نحن أبت ما نرضى بي وشغلات كلها كلها مصحيح وراحت وصارت بيناتهم منعف توزعت وين صارت بين السياسيين نحن العالم يعني بدأت من الصفر رجعت من تهجير قعدت طالب بالمليون ونص المنحة ولحد الآن ما إجت هاي المليون ونص أخوة يعني ما جدت جزءا نقدر عليها غير ما يقدر كلها قعدة هاي جار والهاي جار غالي وتعرفون انتم عالم لا شغل لا عمل ويستغرب شيوق وجهها من الرمادي والفلوجة والمدن الغربية من الآلية التي تتبعها المحافظة في جعل الأولوية للحاشية وتسليم أموال التعويضات وفق الأنظمة العشائرية والمحسوبية من الرمادي مصطفى الحامد الشرقية نيوز ومن الفلوجة للبصرة حيث أنهت السلطات الأمنية هناك بالتنسيق مع الحكومة المحلية أنهت الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة مفوضية الانتخابات في البصرة أكدت الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بحماية مراكز الاقتراع والناخبين والمرشخين وصندوق الاقتراع وبدمان سير العملية الانتخابية بكل أمان وسلسة مرسلنا حسين صبري يدعونا في التفاصيل ثلاثة أطواق أمنية تفرض حول مراكز الاقتراع الخمسمائة وأربعة عشر في البصرة من أجل سلامة العملية الانتخابية حيث يتكون الطوق الأول من الموظفين التابعين للمفوضية والثاني من قوات الشرطة والثالث من قوات الجيش العراقي نحن حاولنا أن نست هذا الفراغ بعد أن كان نقص بالقطعات الأمنية خاصة فيما يتعلق بالطوق الثالث هو قطعات الجيش الاتفاق الأخير مع السيد رئيس الكان الجيش ومعون العمليات أنه يبقى على القطعات التي لدينا موجودة حاليا في محافظة البصرة بشكل كامل مدير مفوضية الانتخابات في البصرة أشار إلى وجود اتفاق مع القوات الأمنية واللجنة العليا لتأمين الانتخابات لإجراء تمارين مشتركة تسبق العملية الانتخابية وخاصة في الجانب الأمني لضمان نجاح هذه التجربة سوف يتم إجراء عملية تجريبية لعملية التصويت قبل موعد الاقتراع بعشر أو خمسطعش يوم وسوف تقوم القوات الأمنية بإجراء تمرين أو تدريب على عملية الحماية أو ممارسة لحماية مراكز الاقتراع كما يحصل في يوم التصويت العام محافظ البصرة أشار إلى وجود دراسة معمقة لكافة مفاصل الخطة الأمنية التي سوف تطبق يوم الانتخابات إن شاء الله هذا المحفل الانتخابي راح ينجح نأمل أنه ينجح على أتموج وما عندنا أي ملاحظات سلبية باتجاه الخطة الأمنية الموضوعة من كافة الأجهزة الأمنية وعلى رئيسهم قيادة عمليات البصرة ويقدر عدد القوات المشاركة بعملية تأمين الانتخابات في البصرة بأكثر من فرقة كاملة مكونة من قوات الجيش والشرطة بالإضافة إلى جهات ساندة أخرى مثل طيران الجيش وجهاز الاستخبارات للشرقية نيوز سينوهاب البصرة وينضم معنا السيد علي الدبحاوي النشط المدني من النجف عبر الأخمار الصناعية سيد علي أهلا بك أنت تعلم للنجف خصوصية شديدة لذلك لابد من السؤال عن نبض الشارع النجف إلى أين يتجه وكيف هو المشهد الذي يسبق عملية الانتخابات البرلمانية المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييك أخي الكريم وأحيي جميع مشاهدي قناة الشرقية طبعا الشارع النجفي وعموم الشارع في العراق باسم الحراك المدن المستقل نحن كجهة رقابية نلاحظ اليوم هناك خروقات في العملية الانتخابية اليوم غادرنا نحن في مسألة المشاركة وعد المشاركة اليوم كل الأنظار تسلط على العملية الانتخابية من سيرها ومن نتائجها ومن شفافيتها ما نلاحظ هناك خروقات بدأت تظهر على السحن الجفية وفي محافظة الديوانية وفي البصرة بالتحديد الخروقات التي استخدمت اليوم هي بدء الحملة الإعلامية المبكرة قبل بدء موعدها وإطلاقها من المفوضية هذا اللحظة للأسف الشديد ما تعبر عن الثقافة الضائلة أو الثقافة الضيئة أو البيئة التي لا تحملها بعض الأحزاب التي موجودها في السلطة يعني ما كنا نتوقع اليوم رئيس الوزراء أن يبدأ بحمل إعلامي مبكرة وهو من هو من ينطي سابق الإنذار بالخروقات ومن يتجاوز على الساحات العامة وحتى على الشوارع تلاحظوا السيد الكريم اليوم كل الدعايات والحملات إعلامية باسم نصرنا وانتصرنا وقدنا يعني نحن كل الشارع عراقي عرفك أنت انتصرت وانت القادل العام للقوات المسلحة وانت قدت الجيش وبارك الله بك بس ما هذا ما المسألة تجير إلى الانتخابات وندري نحن المجلس المفوضي أكو نارك مودة محدد 30 يوم هي طرق الحملة الإعلامية بدأت الخروقات للأسف الشديد من أسابيع مضت يعني ما نلاحظ اليوم في الدوانية وهذا كل ما يعكر مزاج البلدية ويعكر الأجواء اللي إحنا هذا جو ربيع فصل ربيع المفروض كون نشوف شوارعنا للأسف الشديد أقول إذا كانت هاي الثقافة الأحزاب اللي تقتديها من الآن بدأت بتجاوزات يعني شنون إحنا باتشرة عقبة رح يقودون البرلمان شنون رح يقودون دولة شنون رح يبدون المؤسسات فالشارع النجفي إحنا طبعا حراك مدني المستقل انطنى رأينا في المفوضية وطالبنا يعني شوف سيد الكريم عبر قناتكم شفنا أكو خروقات منهم من يطالب بالعد اليدوي ومن يطالب بالعد بالجهاز الالكتروني ومن يدعي هناك سرقة أكثر من مئة جهاز من المفوضية فهذه كانت مخاوفنا باسم الشارع النجفي وباسم حراك المدني المستقل سواء كان في النجف أو المحافظات كنا نخاف أنه مجلس المفوضية تشيبها بعض الخروقات وهذه الخروقات يعني نحن نتوقعها لأن اليوم مجلس المفوضية طالبنا وان سبق وان طالبنا ردنا مجلس السلطة القضائية هو اللي يشرف حاليا فالأحزاب الموجودة الخمسة طبعا هم للأحزاب اللي أسهف الشديد يعني هم اللي يطالبوا بالفرز اليدوي زيني مو أنت يا طيب يا أخوان مو أنت كلكم عدكم مموثلين في مجلس المفوضية يعلى واش هذا الخوف طيب سيد علي هنا سؤال سيد علي يعني انتلاقا من معيشتك كناشط مدني نعم من خلال معيشتك كناشط مدني هذه الخطط خطة ألف وخطة ب وعملية الاعتراضات السياسية الموجهة إلى المفوضية هل ترمي كل هذه الأمور بثقلها على المقترع في الشارع النجفي هل تعقد المشهد أمامه بشكل مباشر أم ماذا فعلا سيد الكريم الشارع النجفي نقول نحن اليوم العراقين كلهم طبقة يعني طبقة سطحية يعني طبقة كادحة أغلب شعبنا تقريب بنسبة سبعين بالمئة يعني هم طبقة عاملة طبقة كادحة نحن اليوم شلون نقدر نثقف المواطن نحو ثقافة انتخابية هذي كل هالأعباء راح ترمى على المواطن الفقير يعني سيد الكريم نحن اليوم جاي نناقش في كل في مزاولة أعمالنا أنا أزاول المهند كمحامات بعض الطبقة من المثقفين من المحامات هم اليوم يقول لك نحن ما نعرف وين ننتخب ماكو ثقافة انتخابية ماكو وعي نحن اليوم المواطن يوعى على تجاوزات وسد الأرصفة والشوارع والطرق الرئيسية وللأسف يعني هالإعلامات لرئيس الوزراء لحزب رئيس الوزراء زينا احنا مو انت انطيت انطيت فتحت المجال لغيرك حتى يتجاوز فهذا المواطن يشوف هالأحزاب تتجاوز شلون راح ينتخب ما أخفيك سيد الكريم أكون يعني شغلة اللي أريد نبينه للشارع بصورة عامة الواقع اليوم الثقافة اللي نحشي بيها يعني الثقافة اللي لأسف المفوضية كونت وعي الناس منها ما شراء البطايق وشراء الذمن احنا ندري اليوم المفوضية ارتكبت خطأ فادح وهي كشفة بطاقة الناخب كشفة وين ينتخب بيام مركز وبيام محطة هاي اللي قدام الأحزاب اشترت الأصوات اللي قدام عرفت هذا الناخب ينتخب بفلان مركز بفلان محطة كان من الامكان على مجلس المفوضية العليل الانتخابات والمستقلة انصح التعبير ان تخفي هاي البيانات مثل ما في بعض البطايق الكيكات والبطايقات التحويل المالي كلها بياناتها مخفية انت ليش انطيت بيانات تظاهرة حتى يروح الحزب سيناء وصاد يبيعها زين احنا ثقافة الناخب احنا ندري اليوم شعبنا طبقة فقيرة واستخدمت السياسة اللي موجودة في العراق والقوة الدولية او الدول المحيطة في العراق استخدمت سياسة التجويع حتى المواطني يبيع صوته انت تدري ثقافة الناخب يقول لك انا اربع سنوات انتظر حكومة تجيني زين انا انا مو هذا صوتي مئة دولار واحنا عاعلة خمس نفرات خمسمائة دولار اروح ابيع اصواتي اشتري بيها ثلاجة بابيا احفظ فواكه واحفظ الخضروات واشرب ما يبارد لمدة اربع سنوات احسن ما تجيني حكومة فالمفوضية خطأت كان بالامكان ان تعقد نداوتها التثقيفية كان بامكان المفوضية ان تعمل جولة في كل المحافظات وان تبدأ بوستراتها التعريفية لزيادة وعي الناخب ولثقافته لكن للأسف الشديد نشاهد اليوم خروقات في مجلس المفوضية المفوضية هي بمجلسهم ما حالين امورهم مش لون راح يحلون امورهم محشارة العراقية طيب نبقى بما تسكر بما يتعلق بالمفوضية انت تذكرت قبل قليل موضوع اختفاء مئة جهاز المفوضية ضمن مفرداتها وضمن شرحها تتحدث عن اللجوء الى الخطبة وعملية العدوى الفرز اليدوي في حال تعطل اي جهاز من يتحمل مسؤولية كل ذلك من نشهة نظرك وهل الشارع او المواطن او المصوت يكترس فعليا لهذه الشروحات او يعيها اقله سيد الكريم الحراك المدن المستقل حركة احتجاجية رقابية تريد بناء دولة مؤسسات وتريد عملية سلسة في الانتقابات نحترم الدستور نحترم القانون لكن اشرنا كل فقرة من هذه الفقرات منذ البدء قلنا مجلس المفوضية غير مستقل وعندما قلنا مجلس المفوضية غير مستقل وشاهدنا الاحزاب تدفع بكل قوة لدفع عضاءها هم من يترأسون هذه المفوضية تحصيل حصل يعني توقعنا هذه الخرقات تصير لكن للأسف الشديد يعني هل مجلس المفوضية اللي عدهم مدة كافية ووافية وقاموا بشراء الاجهزة ومن شركات رصينة وعالمية وكلهم كل هاي المدد هل يعقل يا سيد الكريم قبل موعد الانتخابات بأيام أن يحصل هذا الخرق أن يقول بعض وسائل الإعلام أن تقول هناك سرقة لأجهزة الإلكترونية اللي عدو الفرز هل يعقل أن بعض الأحزاب المتنفذة والذين لديهم أعضاء في مجلس المفوضية يقولون أن لا نريد الفرز الإلكتروني بل نريد اليدوي يعني طيب يا أخوان يعني أنتو اليوم الشارع حقا من يقول كل شيء أنتو أحزاب بناتكم ما بالتفقين أنتو أعضاء في مجلس المفوضية ما بالتفقين بلون الإنسان الفقير اللي راح يقول لك أنا ما راح أشارك وطبعا المناسبة هذا الخرق أيضا يسجل على مجلس المفوضية لأن هذا تثقيف سلبي للانتخابات وليس تثقيف إيجابي عندما تظهر الصيحات من هنا ومهنالك وهنا القرقات من الانتخابات المواطن الفقير يقول لك أنا صوتي مبيوع احنا اختلفنا بين حالنا وبين ماننا لسه هذا راح يقول لك فرز يدوي فرز الكتروني قال أصوات كلها راح تروح بل أزيدك أخ الكريم الاختلاف على التصويت الكتروني طبعا نعرف نحن في كل انتهاء عملية فرز هناك تحكم من ينقل الأصوات من المراكز إلى المركز الوطني في المحافظة ومن المراكز الوطنية في المحافظات إلى المركز الرئيسي في بغداد اختلفوا على من ينقل الأصوات من ينقل البيانات عفوا الكترونية فهذه البيانات قالوا سوف يتم نقلها عن طريق الإمارات هناك أحزاب اختلفت قالوا نريد باختصار لو سمعت سيد علي بلدنا أن يكون نقلها داخل عراق هذا المواطن اليوم لا يعرف هذه الثقافة الإلكترونية ولا يعرف هذه بس ما ما يسمعه المواطن اليوم من هذه الشوائب للأسف الشديد سوف تنحكس الثقافة صورة غير حضارية على الانتخابات وعلى المفوضية برموتة سيد علي الذبحوي المصد المدني من النجاف شكرا جزيلا لك ونذكر دائما بأن حق الرد مكفول لكل من ورد اسمه خلال هذا الحوار من أموال الوطن يغرفون يرتشون يسرقون وهم للحق كارهون يخالون أنهم آمنون ومن العدالة سيفلتون خلف القطبان سيمكثون وبوصمة عار في التاريخ سيخلدون الحصاد مستمر من الشرقية نيوز بعد الكشف عن مافيات تتلعب بقضية رفع إشارات الحد عن العقارات النزاهة تطالب وزارتي العدل والمالية بوضع أهليات قانونية صارمة للحد من التزوير في السجلات العقارية ينتظر جسر المثنى شرقي الموصل إعادة افتتاحه مجدداً بعد قرابة شهر على انتهاء عملية تأهيله وإعماره ويقول المصليون أن افتتاح الجسر دخل ضمن المنافسات الانتخابية بسبب محاولة بعض المرشحين استخدامه في دعاياتهم جمال بدراني والتفاصيل وأخيراً افتتح جسر المثنى بعد قرابة شهر على إكماله وانتظر طويلاً حتى أعيد افتتاحه الجسر الذي دمرته الحرب على داعش أعيد تأهيله بكلفة مليار دينار عراقي جسر سيدة الجميلة أول الجسور التي تم العمل به لفترة بحدود ستة أشهر وتم إعادة الجسر إلى ما كان عليه بشكل متميز يعد جسر المثنى جسراً غير ستراتيجي من بين 73 جسراً خرجت عن الخدمة خلال الحرب ما أعيد تأهيله حتى الآن أربعة جسور فيما لا تزال أطراف الموصل مبتورة عن مركزها اتدى العمل في هذا الجسر بتاريخ 18 2017 وانتهى العمل قبل أكثر من شهر ولكن نتيجة الفحوصات الفحص الحمل في الجسر تم تأخير الافتتاح لمدة الشهر كامل لم يسلم هذا الجسر من الدعاية الانتخابية وكانت هناك محاولات لاستغلال افتتاحه لترويج دعاية انتخابية لمرشحين قبل انطلاق الحملة الدعائية بأيام يعني بالحقيقة فترة اعمار جسر سيدة جميلة كانت فترة طويلة جداً والمشكلة انه من زيارة الدكتور حيدر العباد لمدينة الموصل كان هو جاهز هل يعقل ان يكون الاختبار لشهر كامل هذا بالتأكيد يفتح سؤال الى انه فعلاً نمتدي لنفس النقطة انه كان هناك نوع من انواع الدعاية الانتخابية بالموضوع هذا الجسر صار لأكثر من 27 يوم احنا نعبر عليه ماشي واكبس ومحرجين بالعبور الداخل من الازدعام هذا ترك الجسر غير مفتوح معاته من جوبة حولهم دعاية انتخابية جسر المثنى عاد ليتنفس الصعداء مجدداً حتى وغير استغل انتخابياً لكنه حتماً سيخفف الكثير من المعاناة عن سكان هذه المناطق من الموصل جمال بدعان الشرقي نيوز الحصاد مستمر من الشرقي نيوز مفوضية الانتخابات العراقية تصادق على قوائم المرشحين الانتخابات الفين وثمانية عشر وكريم التميمي يقر بضغوطات تمارس أحزاب سياسية على المفوضية لاعتماد العد والفرز اليدوي بدل الألكتروني نرحب بضيف حصادنا سيد أحمد المشهداني المرشح عن تحالف القرار عن بغداد سيد أحمد أهلاً بك معنا إذن عضو مفوضية الانتخابات العراقية السيد كريم تميمي يقول ويقر بأن أحزاب هي من تقوم بالضغط اليوم على المفوضية للعودة إلى العدوى الفرز اليدوي أي زملائكم اليوم في الانتخابات المقبلة لماذا يريدون اللجوء إلى هكذا نوعاً نحن نملك اليوم الأجهزة الحديثة التي يمكن أن تعطينا النتائج بأسرع وقت ممكن نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم والقناتكم الموقرة والمشاهديكم الكرام في وقت سابق الصوت الصوت يرتد الصوت يرتد إذا ممكن أصلاح الصوت سنصلح الصوت سيد أحمد نعم تفضل نعم في وقت سابق تم استضافة المفوضية العليا الانتخابات في مجلس النواب العراقي وكانت الصوت يرتد يعني سيد أحمد سأعطي إجازة بما تحدث به عضو مفوضية الانتخابات لحين إصلاح الخلل الذي هو عندك يعني عضو مفوضية الانتخابات العراقية سيد كريمة تميمي يقول بأن المفوضية تتعرض اليوم لضغوط كبيرة من قبل أحزاب سياسية لاعتماد أليات العدو الفرز يقولون بأنهم لا يفقون اليوم ولا يعرفون هذه الأجهزة وغير يعني هذه الأجهزة ربما غير مهيئة لاستخدامها في الانتخابات المقبلة هناك أيضا تشكيك بمن يريد تخريب هذه الأجهزة عن عمد وقصد اليوم ربما لأنه مفلس يعني في الشارع العراقي مفلس بأصوات يعني الناخبين السؤال المطروح اليوم إذا كانت المفوضية اليوم تقر بهذه الضغوطات يعني لماذا اليوم شركاءكم في الانتخابات المقبلة يريدون العودة إلى نظام قديم ونحن نملك النظام الجديد الذي يمكن أن يعطينا النتائج بأقرب وقت نعم في وقت سابق تم يعني استضافة مفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مجلس النواب العراقي وأبدت هذه المفوضية المستقلة وهنا أؤكد وأركز على كلمة مستقلة وضعها بين مزدوجين هذه المفوضية ومجلس المفوضين أبدوا استعدادهم والكامل من ناحية اللوجستية والفنية وحتى الأجهزة التي تم استيرادها وصرف عليها أموال طائلة تم الحقيقة يعني اختبارها من خلال حضور المفوضين الموجودين في مفوضية الانتخابات ومن خلال وجود رسمي وتم اختبارها اختبار الكفاءة لهذه الأجهزة وأثبتت كفاءتها بشكل كبير وكنا نتأمل أن هذه المفوضية ستستمر بدون ضغوطات ودون ممارسة الأحزاب السياسية تعرفون أنتو كثير من الأحزاب السياسية سواء كانت أحزاب سياسية فشلت في الشارع العراقي وما قدمت شيء ولا قدمت الجمهورة واليوم الفجوة ما بين أبناء شعبنا وما بين الطبقة السياسية هي فجوة كبيرة وحالة من فقدان الثقة اليوم تصاحب هذه العلاقة ما بين الشعب وما بين الكتل السياسية هذه الكتل السياسية وأعني بها الكتل السياسية الفاسدة التي سلكت كل أنواع الحيل والخداع في سبيل الوصول إلى قبة البرلمان مرة ثانية من خلال شراء البطاقات الانتخابية من خلال يعني التخريب وتعطيل الأجهزة الألكترونية الموجودة اليوم أحنا اليوم يعني كنا وأخذنا تعاهدات يعني من مفوضية الانتخابات بأن يكون التصويت الألكتروني والنتائج ستحسم خلال يعني ساعات من بعد إجراء العملية الانتخابية وأحنا نريد العملية الانتخابية تجري بشكل شفاف وبشكل يعني أشبه بالنزيه وأنا لا يعني أؤكد على كلمة النزيه لأنه ما راح تكون انتخابات نزيه مئة بالمئة لأنه الأحزاب تريد تحافظ على وجودها هذه الأحزاب التي جثمت على صدور العراقيين واستمرت في منهجيتها الخطأ لمدة 15 عام وبالتالي وصل البلد والمحافظات إلى ما وصل إليه اليوم لكنه اليوم أحنا يعني كنا ثقة في مفوضية العليا للانتخابات ولو هذه المفوضية جاءت وولدت من رحم الأحزاب السياسية لكن على أمل أنه تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية تتحمل مسؤولياتها الوطنية أن تكون على قدر عالي من المسؤولية أمام شعبنا وأمام أبناء يعني هذا الشعب المسكين طيب سيد أحمد يعني المفوضية اليوم تقر بهذه الضغوط التي تمارسها أحزاب وتحالفات وشخصية سياسية مرشحة للانتخابات المقبلة طيب إذا كانت هي تقر بهذه الضغوط هل أنتم اليوم تثقون بقدرة المفوضية على تأمين الأصوات حتى في حال استخدام يعني العدوى الفرزي الألكتروني لأن هناك يعني وسيط ناقل بين إدخال البيانات وبين القمر الصناعي نعم هي الحقيقة يعني أحنا ما رح تكون الانتخابات مثالية والانتخابات يعني تتمتع بقدر عالي من النزاهة لكنه حتى وإن كانت هناك يعني قضايا تزوير ما لا يمكن أن تكون هناك النسبة العالية أحنا أبناء شعبنا اليوم مهيئين في مناطق يعني بغداد مثلا أتحدث عن مناطق حزام بغداد مناطق حزام بغداد اليوم مهيئة لإجراء التغيير يعني يعني لكي يعني تغيير الوجوه الكالحة التي جثمت والتي يعني كانت كتل سياسية فازدة تتحكم بالمشهد السياسي واليوم يعني هذه المناطق تعاني من الخدمات وتعاني من سوء يعني يعني سوء الخدمات اللي تقدمها هذه الدوائر والمؤسسات لكن احنا اليوم نقول على مفوضية الانتخابات هذه المفوضية اللي تسمي نفسها مفوضية مستقلة واللي مجلس الوزراء ومجلس المفوضين ألزموا نفسهم بإجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة يفترض أن تكون هذه العملية عملية حقيقية حتى نقدر نحكي ونتحدث أمام يعني العالم أنه أجرينا بعد ما تخلصنا من تنظيم داعش الإرهابي وحررنا المحافظات أن يعني تكون هذه المفوضية صد نعم سيد أحمد حتى حتى من نتحدث حتى من تتحدث عن دورة المفوضية ويجب أن تكون هي مستقلة في إدارة هذا العرس الانتخابي ولكن هي في ذات الموضوع تقر بأن هناك ضغوط طيب يعني إذا ما تحدثنا أيضا عن كل المشاركين اليوم في هذه الانتخابات اليوم المفوضية تقر بالقوائم المشاركة ماذا إذن عن الذين تم يعني جلبهم في قوائم تخص المهيئة المسائلة والعدالة هل يمكن التغاضي عن المرشحين الذين كانوا في البداية مع بقية المرشحين الانتخابات 2018 وفي ليلة وضحا خرجوا منها ممكن إعادة السؤال إنه الصود يرتد علي أعيد عليك سؤالي سيد أحمد أعيد عليك سؤالي وسأوضحه أيضا نتحدث عن القوائم التي أقرتها مفوضية الانتخابات هذه القوائم لا تحمل الأسماء التي تم شملها بإجراءات هيئة المسائلة والعدالة يعني هل يمكن أن نتحدث عن أسماء كانت من ضمن قوائم المفوضية وخرجت بين ليلة وضحاها وكانت ربما ضحية تسقيط سياسي كما يقال يعني واحدة من السلبيات والمؤشرات التي طيلت هذه الفترة الماضية اليوم أريد نتحدث عن قضايا الاجتثاث وقضايا المسائلة والعدالة الحقيقة هيئة المسائلة والعدالة هيئة تنفيذية تنفذ ما تم إقراره من قوانين وتشريعات المسؤولية التي تحملها مجلس النواب أنه أقر قانون يفترض كان يحقق نوع من العدالة ويحقق نوع من يعني الإجراءات المصالحة الوطنية التي كنا ننشدها وبداية تشكيل الحكومة كانت من أولويات الحكومة العراقية هو إجراء المصالحة الوطنية أحنا أحنا نقول اليوم إذا أردنا أن نتحدث عن القوائم التي تم استبعادها من الانتخابات العراقية هو الخلل موجود في قانون المسائلة والعدالة وهذا القانون تم تشريعها من خلال مجلس النواب العراقي أحنا نقول اليوم نحتاج إلى طبقة سياسية قادرة بالعبور بالبلد إلى بر الأمان طبقة سياسية بعيدة كل البعد عن قضايا الطائفية اليوم يتم يعني الحديث عن الوتر الطائفي واللعب على الوتر الطائفي للعودة حتى السني ينتخب السني والشيعي ينتخب الشيعي حقيقة احنا مري في اليوم هذه المسألة انتهينا وابتعدنا من عدها لو أن مجلس النواب العراقي شرع قانون وأحال يعني قانون المسائلة والعدالة إلى هيئات قضائية اليوم لم تكن المسائلة والعدالة تتخذ قرارات باستبعاد لكنه هيئة المسائلة والعدالة تطبق ما تم تشريعها من مجلس النواب العراقي احنا نقول اليوم العراقيين عليهم أن يخرجون في هذه الانتخابات فعلا في عرس عرس للتغيير عرس حتى نأتي بطبقة سياسية طبقة محبة بلدها محبة الوطنها تبتعد كل الابتعاد عن قضايا الفساد وقضايا الطائفية اليوم نشاهد كتل سياسية تتحدث عن قضية الطائفية وتريد تعيدنا إلى المربع الأول وكأنما العراق في عصر يعني 2006 و2007 مع الأسف اليوم أحنا أمام مسؤوليات شرعية ومسؤوليات أخلاقية ومسؤوليات وطنية علينا أن نكون يعني أمناء أمام شعبنا أمناء في نقل الحقائق الحقائق تقول اليوم أنه أبناء شعبنا يجب أن يخرجون إلى الانتخابات ويختارون الأصلح يختارون اللي يخدم بلده يختارون اللي يحب وطنه يختارون اللي يبتعد عن الفساد كتل سياسية اليوم معروفة بفسادها اليوم تشتري بطائق انتخابية حتى تعيد وجودها إلى مجلس النواب العراقي وبالتالي ما راح نحقق أي تغيير لا على مستوى السياسي ولا على المستوى الحكومي أحنا اليوم نريد انتخابات حقيقية تحدث المفوضية العليا المستقلة الانتخابات أمام مسؤولية أخلاقية وأمام مسؤولية قانونية لو أن مفوضية الانتخابات يعني شرعت بتنفيذ العقوبات الصارمة ضد كل من يشتري بطائقة الانتخابية اليوم على مسمع ومرأة من الناس تعرفين العوز والحاجة تجبر الناس في بعض الأوحيان يعني تبيع بطائقها لكنه أمن كبير بأبناء شعبنا أن ما يصدرون هؤلاء الناس الفازدين والمفسدين اللي عاثوا بالأرض الفساد والفساد والإرهاب هما وجهان لعملة واحدة اليوم أمننا بأبناء شعبنا أن يخرجون بالانتخابات وأن يذهبون إلى استلام بطائق الانتخابية اللي موجودة في مراكز الانتخابات نعم سيد أحمد المشهداني مرشح تحالف القرار عن بغداد شكرا جزيلا لك إنهم عائدون يسابقون الزمن ليسرقوا الوطن بين الملايين يتخفون أقنعة البراءة يرتدون وليوم الحسم ناضلون احذروا عودتهم فهم فاسدون الحصاد مستمر من الشرقية نيوز في النشاط الرسمي أكد رئيس الوزراء العراقي حيدرد عبادي أن العراق انتهى من مرحلة خطيرة هددت وجوده وأنه مستمر بالعمل على القضاء على ايدولوجية تنظيم داعش تصريحات العبادي جاءت خلال لقائه بنظيره الياباني شينزو أبي في توكيو الذي أكد بدوره استمرار اليابان بدعم العراق وبجهوده في مكافحة الإرهاب العبادي دعا نظيرها الياباني إلى أهمية تجيع الشركات اليابانية للعمل في العراق مع استقرار الوضع الأمني فيه وأن يكون التعاون على المدى الطويل للعديد من المشاريع فضلا عن خلق فرص العمل للمواطنين أنا أيضا أشكر سيد رئيس وزراء على قراري اليوم بتخفيض مستوى الخطر في مجموعة محافظات عراقية واللي أيضا هذا سيدفع الشركات اليابانية للعمل في هذه المحافظات وأمل أن تتوسع رفع الحضر تدريجيا على جميع المحافظات الأخرى أن العراق انتقل إلى مرحلة آمنة جديدة سيد رئيس الوزراء نحن انتصرنا على الإرهاب بتضحيات كبيرة وبعزم وإصرار وببطولة ونحن مصممون لانتقال في مرحلة الإعمار ومرحلة البناء وأيضا سننتصر في هذه المعركة في فترة أيضا قياسية بوقوفكم معنا ووقوف العالم كذلك سوف نخدم تحصين حياة الشعب العراقي وخلق الوظائف باستقلال القروض الجديدة التي تم التوقيع عليها اليوم حول المشاريع في البصرة ومنطقة الدجرة والهرات كما اتفقتم دورة اللئيس في أهمية دور الشركات اليابانية وتقنيتها العالية في إيادة بناء العراق تحدثنا أيضا عن نيل الشركات اليابانية حق التنقيف عن حقول نفط العراقية كثير من اليابانيين يوزرون جهودا مدنية من أجل الصداقة البردين الحكومة اليابانية تواصل دعمها للشركات اليابانية في العراق على الصعيد آخر دعا رئيس مجلسان واذا سليم لجبوري إلى صنهاد همام العرب لدعم العراق في معركتيه المقبلتين الأولى معركة إعادة بناء ما دمره الإرهاب ومعركة القضاء على الفكر الإرهابي العابر للدول والقارات والمحيطات لجبوري قال خلال كلمة ألقاها في مؤتمر الاتحاد البرلمان العربي المنعقد في القاهرة إن تجربة العراقية وتجارب أخرى مماثلة أفرزت بأن السلاح لا يفضي إلا إلى مزيد من الدماء وإن الحوار هو السبيل الأكثر نجاعة في القفز على أسباب المشكلات والوصول إلى القواصم المشتركة أيها الزميلات أيها الزملاء لقد كانت تحدي الإرهاب واحداً من أبرز التحديات التي واجهت وطننا العربي وكان العراق إهدى ساحاته ولقد قاتلنا الإرهاب ببسالة منقطعة النظير حتى مكننا الله جلت قدرته من نهره وإنقاذ مواطنين من شروره وقد كان لأشقائنا من الدول العربية الدور المشهول في إسنادنا والوقوف معنا في تلك المواجهة ولكننا السيد الرئيس أيها الأخوة أيها الأخوات فقدنا بسبب تلك المواجهة الآلاف من مواطنين الأعزة الأبرياء ونال بعض مدننا ومحافظاتنا ومعالمنا الطواري والتاريخية إلى شوف تدمير شامل بل أن بعضها قد سويت مع الأرض الأمر الذي يدفعنا للاستنهاب إمامكم لدعم العراق في معركتيه المقبلتين معركة إعادة بناء ما دمره الإرهاب ومعركة القضاء للفكر الإرهابي المتوشش العامل للدول والطارات والمحفاظ ناقش برنامج بالحرف الواحد تواجهات المدنية خلال انتخابات العراق 2018 ولماذا تحول الشعار المدني إلى عامل مشترك بين أحزاب وقوى سياسية متنافسة إذ انتقد المرشح عن تحالف تمد ضد فقار حسين كتلة سائرون ووصف تحالف أحزابها بالإسلامية التي استبدل تعباءة الدين بثوب المدنية بالمقابل رد الناشط ياسر السالم بأن المدنية لا تلغي الآخر وأن التحالف الوطني العابر للطائفية هو المطلب إلى ذلك أكد الحقوقية طارق المعموري أن جميع الأحزاب أصبحت مدنية بعد فشلها سياسيا ليرد المتحدث باسم الحزب المدني عبدالجبار أحمد بأن تعدد القوى المدنية هو سلوك إيجابي وأن اختلافها الحالي لا يلغي إمكانية واحتمال تحالفها في المستقبل كل الأحزاب الإسلامية المتسيدة للمشهد السياسي من 15 سنة الآن كلهم صاروا مدنيين حتى اللي لا بسع ماما صار مدني لماذا؟ هو ابتداء هذا أقرار بفشل الأحزاب الإسلامية ولكن كل اللي غيروا عنوينهم فقط المشكلة ليست فقط عند الأحزاب الإسلامية المشكلة عند المدنيين أكبر المدنيين والألمانيين خلق نقول اللي مو إسلاميين تنافسهم على الزعامة شوف الطرح اللي طرح دكتور غسان ودكتور عبد الجبار والتحالف المدني الديمقراطي وأستاذ ذو الفقار وغيرهم مع جل احترام وقلهم كلهم لو كانوا قد اجتمعوا في قائمة واحدة رصينة قوية بها شخصيات مؤثرة تقنع قادرة على إقناع الناخب العراقي بأننا البديل الأمين الآمن لمنظومة الأحزاب الإسلامية لكانوا قد حصدوا أو سوف يحصدون حدد كبير من الأصوات الآن التنافس رح يكون حتى بيناتهم حتى بيناتهم ليش؟ لأنه ما عدهم خلي نقول وهذا أمر طبيعي أنه ماكو رمزية ولكن كان يفسرض أن يبدأ عدهم كتلة انتخابية واحدة رح يتقاسموها نؤمن بأهمية تشكيل تحالف وطني عابر للطائفية لا يمكن للقوى المدنية وحدها قيادة البلد هذا إقرار الآن القوى المدنية لا تمتلك كل إمكانيات القوى الإسلامية وليس بالضرورة كل الإسلاميين هم سيئين حتى ما تتحالى نعم هناك قوى معتدلة يعني تقترب من البرنامج الذي تطرحه أنت وبالتالي أنت لم تغادر أرضيتك وإنما الآخرون هم من جاءوا على أرضية برنامجك اللي نزع عباءة الدين والارتداء الثوب المدني أخيرا ويحاول يسوق نفسه بعد أنه إعلان فشل علني أنه لأحزاب السلطة قد فشلت فتحاول ارتداء ثوب جديد أنا بس حبيت عقب على بعض النقاط التي تفضلوا به الأساتذة مثلا أنه ليش التيار المدني مكان كله في مكان واحد ولم يكن في تحالف واحد وكان عدة تحالفات مثل ما تفضل جنابك أنه الإسلاميين في لحظات الأزمة يجمعون الإسلاميين يجمعون في لحظات الأزمة لأنه أردر يجي من فوق أكو خينقول صمام أمان من فوق يطل أردر البقية تستجيب على أساس ما يجيكم أردر على أساس ما يجيكم أردر الاستياء الشعبي من زاخو إلى الفاو وفشل الطرح الإسلاموي السني أو الشيعي والقومي والأثني كردي تركماني مسيحي هذا الفشل يطالب ببديل الفرصة متاحة للبديل البديل سميه مدني سميه شي البديل بثلاث كلمات أساسية رافض للطائفية رافض للفساد رافض للعنف هالثلاث كلمات من يتبناها حطها على رأسي إن كان يصلي وصوم يومية وإن كان لا يصلي ويصوم تمعت تعدد القوام المدنية أنا اعتبرها مكسب إيجابي لأن أصبح هناك مجالات متعددة أمام سلوك الناخب العراقي بمعنى آخر بدأني يكون خيار واحد محصور ما بين ألف وباء أصبحت خيارات متعددة في هذا العقل الجمع العراقي في العقل الانتخابي التصويتي كان يذهب للاتجاهات يلقف أربعين قائمة نركز الإسلام السياسي نميز بين إسلام السياسي وبين الدين هناك فشل وإخفاق في المشروع إخفاق المشروع هذا يحتاج إلى تعديل إذا عدى لدكتور غسان عدى لدكتور طارق عدى لدكتور طارق هو مكسب للفكر المدني وللحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبدالأقمار الصناعية السيد سعد اللامي عضو الحزب المدني سيد سعد أهلا بك وسط ما تعتبرونه بأنه هيمن للأحزاب الإسلامية على المشهد السياسي في العراق وأيضا بالضرورة للكتل الكبيرة السؤال المطروح عن استعداداتكم وعن حضوظكم في تجربة الانتخابية المقبلة نعم مساء الخير على جنابك وعلى قناتكم المحترمة وعلى الجمهور الحقيقة المتابعة لهذا الحقيقة التضرب الكبير في الأراء التي تطرح هنا وهناك في وسائل اللام حقيقة أنا فقط أني تعقب على ما أعرض الآن على شاشتكم الكريمة سنعود إليه سنعود إليه لو سمقت لكن أجبني عن سؤالي فيما يتعلق بالخضوص والفكر الجديد المطروح سيتعب تلتقي وتصبح في قائمة نعم أنا معك الحقيقة أنا أريد أن أشدد على أن الفكر المدني هو ليس بفكر جديد على الساحة السياسية أطلاقا الفكر المدني هو موجود أصلا أساسا عند كل الحقيقة الناس الذين يمثلون أو يريدون أن يرسموا مشهدا سياسيا جديدا للواقع العراقي بمعنى أن التطلعات الآن بصدد أن نقيم مؤسسة أو نقيم دولة مبنية على مؤسسات محترمة تفعل القانون وتحترم مواطن العراقي بغض النظر عن الهوية التي يحملها المواطن العراقي نريد أن نبتعد عن التعنصر وعن تخندق الطائفي وعن كل الحقيقة السميات التي ملل وشبع منها الشعب العراقي وتكررت على أسمعه كثيرا وسببت له أزمات كثيرة منها أن الدماء الحقيقة سالت هنا وهناك بدون مبرر بسبب هذه التسميات لذلك أنا أشدد على أننا في الحزب المدني نريد أن نطرح سلوكا جديدا سلوكا سياسيا محترما نحترم فيه المواطن بالدرجة الأولى لا نريد أن نسأل من هذا المواطن ما القومية التي يحملها وما المذهبية التي يحملها ومن أي محافظة هو نريد أن نحقق طموح المواطن في أن نحترم المواطن أولا نخاطبه بشكل محترم نقول له دولة معالي المواطن وليس دولة معالي الوزير كما تعودنا ودولة معالي السيد النائب المواطن هو الذي يجب أن يحترم بالشكل الأول بالدرجة الأول بالمقام الأول ننفذ كل ما يطمح إليه الحقيقة له حقوق يجب أن نؤديها له قبل أن نطالبه بالواجبات التي تترتب عليه هذا الحقيقة لم نسمع به كثيرا في السنوات السابقة يعني كثير من المشاريع الحقيقة التي قدمتها الأحزاب الإسلامية فشلت في أن تؤهل نفسها كمتصدر للمشهد السياسي في العراق وهنا أنا لا أريد أن أدين أو أريد أن أحمل الذنب للدين إطلاقا نحن كلنا يعني مسلمون كلنا نؤدي عباداتنا نؤدي الحقوق والواجبات لسنا مقصرين في ذلك نحن لا نسلخ هويتنا وحناك من يقول العكس سيتسعد بأنكم أيضا فشلتم كأحزاب مدنية ونحاول أن نبعد الدين عن السياسة بل الدين الحقيقة هو في صلب السياسة هناك من يقول العكس بأنكم فشلتم كأحزاب مدنية بطرح المفاهيم وعملية انتقال هذه المفاهيم من شعرات إلى تطبيق عملي وخصوصا طرح قبل قليل من خلال برنامج بالحرف الواحد سؤال في غية الأهمية هل الأحزاب المدنية قادرة على إدارة البلد لوحدها بالتأكيد منحت لنا الفرصة الكافية الحقيقة سنحقق الكثير من تطلعات شعب العراقي نحن لم نفشل إطلاقا ولكن لم تصنح الفرصة في السنوات السابقة مثل ما صنحت الفرصة الآن نتحدث الآن عن أن هناك جيلا سياسيا الحقيقة أساءل المشهد السياسي وأصبح هريما عليها أن يبتعد عن الساحة السياسية يجب أن تحترم الحقيقة يعني إرادة الناخب العراقي بصدد تغيير المشهد السياسي في العراق نتحدث عن أن هناك طبقات مختلفة في الشعب تريد أن تحاول وتجرب حضوظ المرشحين الآخرين هذا المشهد الضبابي الحقيقي الآن الذي يسود في الساحة السياسية الحقيقة المواطن العراقي قادر على أن ينتقل جيد من الردي نحاول أن نؤسس لدولة الحقيقة تحترم بشكل أساس القانون أولا الكل متساوية أمام القانون نحاول أن نلملم ونقدم إلى القضاء ملفات الفساد التي أثارت كثير من الشبهات ودفعت مواطن ثمنها كثيرا يعني جنابك إذا نريد أن نخوض في التاريخ المرير الذي مررنا به هذه السنوات الأخيرة عن ماذا نتحدث عن ملفات مهملة وفساد واضح في ملفات تقديم العراس حي المواطنين عن ملفات تعلق بالتعليم عن ملفات تعلق بالتعليم العالي عن ملفات تعلق بالصناعة عن الإهمال الذي أصاب زراعة من بلد الحقيقة كان يصدر كثير من المنتجات الزراعية المشهورة لدى كل العالم الحقيقة المعروفة بطعمها الخاص المختلف عن الإهمال الذي تعرضت له كل البنة التحتية في العراق ماذا وفرنا المواطن العراق هل وفرنا له بيئة مدرسية جيدة مثلا بيئة جامعية جيدة مثلا طرقا ممكن أن يسير بها براحة هذه المناطق التي خرجت في تظاهرات عارمة وسمعناها على وسائل اللام وقناتكم الكريمة غطتها باحترام كبير المناطق التي هي تعتبر من أطراب بغداد التي منذ سنوات طوال وهي تعاني من توفير أبسط الأشياء إليها مركز صحي لا يتوفر في هذه المناطق الحامل تضطر إلى أن تولد وهي في الطرف كما وصف أحد المواطنين في أحد اللقاءات مركز صحي متواضع ممكن أن يساعد على أن نوفر المواطنين أبسط الخدمة الصحية المقدمة قبل أن يذهب إلى أقرب مستشفى لم نستطع أن نقدمه لذلك نتحدث عن أن كثير من الحقيقة من العمل الذي يجب علينا أن نقوم به نحن قادرون نعلن نفسنا نعم لدينا مشروع طموح بهذا الاتجاه كل الملفات الحقيقة التي تعنى بالخدمة الحقيقية التي تصف في مصلحة المواطن مهتمون بها سنحاول وبشكل حقيقي ولا نمثل بذلك بمعنى أن لن نلبس أقنع كثيرا قناعنا واحد وهو أن نقر قوانين ومشروعات تقدم المواطن بالأساس نريد أن نسخر كل الميزانيات التي سمعناها لسنوات طوال وهي غير موجودة على أرض الواقع المال العام الذي الحقيقة الذي يهدر هنا وهناك ويستخدم الآن للدعاة الانتخابية إذا تلاحظ جنابك بدأت الدعاة الانتخابية منذ وقت مبكر سواء بالملصقات أو حتى المؤتمرات التي تقام هنا وهناك والندوات والمال الحكومي تحديدا الذي يسخر لهذه الحملات إذن نحن الحقيقة نمتلك فرصة حقيقية نجد نفسنا نمتلك فرصة حقيقية لكي نمثل المواطن والمواطن هو صاحب القرار الأول والأخير في هذا المشهد المتعثر الذي يجده أمامه نعم طيب هل أخذ الحزب المدني من خلال برنامجه المطروح في الانتخابات الحالية موضوع الاستياء الشعبي هل لاحظتم حاجة هذا المواطن إلى الخطط الإمائية إلى تطور الاقتصادي إلى انعدام حالة البطالة ماذا لمستم بهذا الخصوص تحديدا وهل وصل هل شعرتم بأن هذا البرنامج وصل إلى الشارع إلى المواطن وبالتالي تعولون على مجيء أصوات إضافية وكثيرة في انتخابات 2018 الحقيقة نحن في الحزب المدني لا نمتلك قنوات إعلامية كثيرة الحقيقة هذا واقع نتحدث به لسنا مدعومين من جهة معينة أو لدينا كثير من وسائل الإعلام التي ممكن أن نصل برسالتنا بكل وضوح للشعب العراق ولكن أن نحاول على الأقل من خلال مرشحين من خلال اعتمادنا على الرسائل التي نرسلها هنا وهناك أن نوضح الصورة بأننا لسنا طمع سلطة في هذا الإطار إطلاقا لا نبغي الوصول إلى البرلمان لكي نتمكن من السفر إلى دول أجنبية هنا وهناك وننفق من الأموال ما شئنا إطلاقا كل الحقيقة المرشحين الذين تضمهم قائمة الحزب المدني هم ناس أكاديميون وحتى منهم تدريسيون وتربويون ومهندسون ومن قوميات مختلفة حتى من أديان مختلفة يعني كل منهم يحاول أن يصل إلى جمهوره ويوضح الصورة قلت لك لجنابك في المقدمة هدفنا واضح والحقيقة نريد أن نفعل كثير من الطاقات المعطلة بهذا الاتجاه المواطن الحقيقي يمتلك كثير من الطاقات يجب أن نصل إلى طاقات المواطن نفسي يجب أن نفعل العمالة العراقية في يعني أن تكون هي في الدرجة الأساسية التي تصدر المشهد في الواقع الخدمي والبيئي في العراق لدينا طاقات كبيرة في العراق عقول يعني تسرق منا من دول جوار ومن دول أجنبية أخرى كل الحقيقة العالم ينظر إلينا ويحترم عقولنا إلا نحن في العراق الحقيقة لا نحترم الكفاءات بل إن الكفاءات الحقيقة لدينا في البلد نساعد على أن تهجر إلى دول أخرى ويستفاد من طاقاتها ونحن في العراق نتجاهلها تماما لذلك رسالتنا الحقيقة كبيرة لا يسعني ذكرها الآن أمام جنابك ولكننا سنتمكن في الأيام القادمة الحقيقة بالفرص التي نمتلكها والحضوظ التي نمتلكها من النصل إلى شغاف قلب المواطن والحقيقة وسنتحدث مع عقل المواطن وليس مع عاطفته بمعنى أن لن نلعب بعواطف المواطن ولن يكون هذا الوتر هو الشغل الشاغل لنا سنتحدث مع عقل المواطن عليه أن يفرز الغث من السمين عليه أن يتدارك حجم المأساة التي مررنا بها ويجب أن يصلح من خلال اختياره للشخص المناسب الذي يمثله في البرلمان القادم ونمتلك الحقيقة الفرصة لذلك حتى وإن كانت المقاعد محصرة ليست بكبيرة ولكننا سنصل من خلال الصوت أو المقعد أو المقعدين والثلاث الذين سنحصل عليهم من أن نحقق نتيجة ما في البرلمان السيد سعد اللامي عضو الحزب المدني شكرا جزيلا على هذه المشاركة شكرا لك الحصاد مستمر من الشرقية نيوز بعد الكشف عن مافيات تتلعب بقضية رفع إشارات الحج عن العقارات النزاهة تطالب وزارتين العدل والمالية بوضع آليات قانونية صارمة للحد من التزوير في استجلات العقارية تركيا تصف المزاعم حول انسحاب البككة من سنجار بأنها أكاذيب تتكرر مع تغيير الأسماء والمواقع وسوريا الديمقراطية تتحدث عن تعاون مع الحكومة العراقية ضد داعش قال السفر البريطاني لدى بغداد جون ويليكس قال إن المملكة المتحدة تأمل بأن تتمخض الانتخابات العراقية المقبلة عن أصول حكومة قادرة على بناء جسور ثقة بين جميع المكونات وقدوم رئيس وزراء انظيم اصداقية في العمل المؤسسة لإرساء حكم القانون وليكس أكد خلال كلمة له من مركز الرافدين للحوار في النجف أن القيادة المقبلة في العراق بحاجة إلى الفهم في بناء الاقتصاد عفوا وسيادة القانون وبناء المؤسسات أنا دائما أقول أن بريطانيا تؤيد ثلاث مبادئ وافقار أي حكومة كانت أو أي رئيس وزراء كان أولا نحتاج إلى رئيس وزراء قادرة لبناء الجسور بين المكونات ثانيا واحد يفهم الشؤون الاقتصادية يتعامل مع الملف الاقتصادي بالجدية وبعدين واحد يعني ذو مستقية في العمل المؤسسي ليرساء حكم القانون فلذلك يعني الخيارات تماما الراقيين يعني مفتوحة هناك خيارات إيديولوجية شخصيات أحزاب وتارات متعالكة بالدول المجاورة المختلفة يعني وأنا أعتقد إذا الشعب الراقي يختار بشكل صح على أساس يعني المطالب المعروفة من الشارع يعني فالأمور ستمشي في الاتجاه الصحيح ضمن البرامج اللي يتبناها مركز الرافدين للحوار في استضافة البعثات الدبلوماسية والسفراء المتواجدين في بغداد لبناء أواصر وآفاق للتعاون ما بين العراق وتلك الدول حول المواضيع الاكاديمية والمواضيع الاقتصادية وبما يصب في مصلحة البلد ومصلحة العراق كان اليوم بالمركز استضافة السفير البريطاني بالعراق وكانت جلسة مهمة استضافة أكثر من خمسين شخصية نخبوية من النجف وبغداد من الشخصيات الاكاديمية والشخصيات الاقتصادية وصناع القرار والسياسيين في شأن آخر زرت خرية المصلحة الوطنية بيانا أكلت فيه أنها تسلمت عددا كبيرا من الطلبات بشأن شخصيات أبدأت مواقف سياسية سلبية خلال الفترة السابقة إلى أنه تم رفض جميع الطلبات التي تؤشر عليها أوامر قبض من القضاء العراقي وقالت خرية المصلحة في بيانها أن النظر بالطلبات ينحصر بتلك التي لا يوجد عليها مذكرة قضائية وهي 14 طلبا وكانت المؤشرات عليهم مواقف سياسية وتصريحات وهي قيد الإجراءات الأمنية وأكدت الخرية أن إجراءاتها لا تتضمن عفوا عنهم ولا إسقاط تهم موجه إليهم بل ومن حق أي مواطن لديه حق شخصي إقامة الدعوة عليهم في المحاكم المختصة وفقا للقانون وكان مرشح متهم بمخالفات عديدة ومنتسب إلى واحدة من أكثر الكتر اتهاما بالفساد قد ترى موضوع الشيوخ المدرجة أدناه أسماؤهم وهو أمر وصفه شيوخ عشائر بالأنبار لأنه أزمة يفتعلها صغير ضد منهم أكبر منه وأسماء الشيوخ الأربعة عشر المقدمة طلباتهم لخلية المصالحة الوطنية هم صباح سطام شرجي علي حمادي سمير المحمدي أحمد تركي الفريجي عدنان خميس العلواني نايف أحمد إبراهيم نايف مشحن الحردان حاتم عبدالرزاق العزاوي رعد دحام الجوعاني مشحن عباس الجميلي أدهم عريان الزوبعي وصلاح داري خلف نومان عنتر صابر إبداوي وابراهيم مدني لا يزال مجلس محافظة كاركوك معطلا منذ قرابة الخمسة أشهر بعد فشل أكثر من أربعين عضوا من أعضائه من عقد جلسة توافقية والمواطن الكاركوكي هو ضحية الصراعات السياسية بين مكونات المحافظة أتل الأغى والتفاصيل مجلس محافظة كاركوك معطلا منذ السادس عشر من تشرين أول الماضي بعد محاولات فشلت بعقد جلساته رغم تقديم مقترحات لتفعيل لجانه أو حتى استرداد أمواله من مصارف الإقليم ويبدو أنه سيبقى على حاله حتى سبعة أشهر قادمة لتخوض كاركوك انتخابات محلية بإرث يثقل كاهل المجلس الجديد المنتخب هناك مقترحات عديدة كان المقترح الأول أن يحل محله للفترة المقبلة لحين الانتخابات أو حل مجلس المحافظة وتسير الأمور قبل إدارة المحافظة وبالتالي أيضا مجلس المدينة يتولى ذلك الموضوع قدمنا مقترح إلى قائمة كاركوك المتأخرة مؤخرا بالتالي فكان المقترح يتضمن فقرتين فقرت أحفاء رئيس مجلس محافظة كاركوك وكالة على اعتبار رئيس مجلس محافظة كاركوك وكالة قام بخروقات إدارية وقانونية وآخرها كان حجز أموال كاركوك البالغة أكثر من 60 مليون دولار جلسات إن عقدت في أربيل تعد غير شرعية وإن عقدت في كاركوك فلن يكتمل النصاب أبدا وأبواب عضاء المجلس أغلبها موسدة والمواطن في حيرة من أمره من مجلس محافظة وأربعين بتوافق كتلهم سياسيا قائمة التآخي البعض لا يزال في محافظة أربيل ولم يعودوا إلى كاركوك يعني القوائم هي متشتتة قائمة العربية لا تقبل بالتفاوض على منصب تنصيب لمحافظة كاركوك حسب الاستحقاق الانتخابي وكما كان سابقا سواء إن حل المجلس أو أقيل رئيسه فالمواطن يدفع فاتورة إخفاقات ومشاكل لا ذنب له فيها من كاركوك أتلا الأغا الشرقي نيوز بعيدا عن السياسة نظم طلبة ماهد تدريب النفطي في بيجي بموقعه البديل بجمعة تكريت بزارا خيريا خصص ريعه لشريحة الأطفال اليتامة مشاركون في البزار أكدوا أن الأطفال الأيتام من الشرائح المنسية التي لم يتذكرها أحد المطالبين بدلورة الالتفات إليها ورعايتها بالشكل قعد السامي عزاوي يضعون أكثر في تفاصيل هذه القضية في مبادرة كان الهدف منها رعاية الأطفال الأيتام أقام طالبة معهد التدريب النفطي في مدينة بيجي بموقعه البديل بجامعة تكريت بازارا خيريا خصص ريعه لدعم الشريحة المهمشة والتي أخذت بالتزايد في السنين الأخيرة جراء الأحداث التي عصفت بالمحافظة والمحافظات المجاورة بسم الله الرحمن الرحيم أقام معهد التدريب النفطي بيجي في جامعة تكريت الموقع البديل سوق خيري حيث تكون عائدات هذا السوق الخيري إلى الأيتام والمحتاجين وهي مبادرة ولعلها تكون بسيطة لدعم المحتاجين والأيتام ونناشد الجهات المعنية والمختصة بدعم الأيتام في كل مكان وأن ينظروا في حالهم وشمل البازار مجموعة منوعة من المشغولات اليدوية توزعت ما بين التحف والاكسيسوارات والمطرزات والتي قدمت من الطلبة في محاولة منهم للفت الأنظار إلى شريحة الأيتام وضرورة الاهتمام بها وعدم تركها للاستغلال من جهات مغربة اللي فقد أبو اللي فقد أمه أكيد راح يكون منزي من قبل الجميع فنطالب الحكومة بالاهتمام بهذا الشريحة المهمة حتى لا ينجر فيما بعد إلى أن يكون منظمات يعني إرهابية يستغلون هذه الشريحة اللي ما أحد يهتم بهم فأكيد راح ينحرف إلى طرق أخرى وضم البازار زاوية مهمة للاكسسوارات المصنوعة من الزجاجيات والكريستال والتي تنم عن موهبة متقدمة للطلب المساهمين فيه لشرقية نيو